الشعب هنا مش موجود في الموضوع في صناعة القرار لما اروح لابعد من كده ولا يبقى كلام من نوع ان احنا بنفاجأ بيلحاح طول الوقت في كلام عن الدعم عن سرقة الكهرباء تغيير منهج التعليم ومطارئة التعليم عن قانون الاجراءات الجنائية فتبصوا وتتأمل هو فيه بالضبط هم مركزين في المواطن كده يعني مركزين في زيادة الضغط على المواطن المصري اكثر ما مركزين في زيادة فرص لاستثمار وادارة الاقتصاد المصري العبء كله مرمي على المواطن المصري بطريقة غريبة جدا بطريقة ربما ينسى معها البعض ان المواطن والسيد افتكر في تاريخنا تاريخ يوليو يعني حوار هام جدا جرى بين اعضاء مجلس قادة صورة يوليو وقت ما كانوا بيحكموا البلاد لكن لسه ما بقوش وزراء وقيادات حكومية يعني مع شخصيات سياسية في هذه الفترة فصلاح سالم وهو واحد من قيادات الزباط الاحرار كان لامع جدا في من 52 إلى 54 كان من قلمع الشخصيات في الفترة دي من ضمن الزباط الاحرار لدرجة ان الصفر الامريكية في واحدة من تقاريرها كانت يعني بتقول انه ممكن هو اللي يتولى ويبقى رئيس الجمهورية صلاح سالم لم يبقى من سيد صلاح سالم الكثير يعني الا ربما الشارع الكبير الطويل اللي بقسمه لا في مصر المهم السيد صلاح سالم في الاجتماع مع القيادات الحزبية اللي هو احزام ما قبل الصورة وانت تسبق احزام ما قوله قبل الصورة دي تقولي اوه اوه احزام وما كانوا تلت احزام على فكرة تلت احزام رئيسية وحزبين تانيين كده على الهامش يعني عشان بس برضو خيالك ميروحش مع فيلم ردة قلبي جامد قوي يعني لانه احنا عارفين انه السيدة المصرية زيما هي عظيمة ورائعة فهي ايضا مزيفة للتاريخ بشكل مدهش يعني ترجمة نانسي قنقر